السلام عليكم من تحيطيبا لكم ومحبين قناة كريم كسر انا ما كنتم مرحبا بكم عام جديد في هذا الفيديو غادي نتكلمونا المباراة لجمعات المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي في النصف نهاية دي الكاس لعالم بقطر المباراة المتيرة للجدل هاد المباراة هدي بالضبط هي مباراة متيرة للجدل واللي خلات الاعلام الدولي بيصف عمك يتفعل مع هاد المقابلة هدي غادي نتكلمونا الكواليس ديالا شنوقع بزيب الحواجلية الطبخات في الخفاء وغا نتكلمونا الخطة ديالا الفيفا اللي كانت تستعمل حاليا بتسكت المغارين لان المغرب او الجامعة الملكية المغربية خرجت واحد اللي بيان كتندد فيه ان المباراة المغرب تضلم في هاد المقابلة هدي المنتخب المغريبي كان مضلم في هاد المقابلة هدي والحاكم المكسيكي يعني تعامل ديالا مع المقابلة كان خاطئ وكان ضلم المنتخب المغريبي نتكلمونا الكواليس هي اللولة ونتكلموا للخطة دي الفيفا كيفاش كتستعمل دابا بس سكتناه والطرق باش انا ضمس القاعدة يا الاخوان. ايه لا بقيتم معي تلاخر عا تفهموا بزاف دي النوقات المهمة اللي خاصة في هذه المقابلة هذه. ما كرح ناشي تطيعونا لايكات بزاف الاخوان وسبارتاجون ان شاء الله. كملوا معنا. نهضر على الكواليس دي المقابلة قبل ما تبدأ. الحضور دي الماكرون في ناس في نهائي. شوية غريب. النومل ما ان الرئيس دي الفرنسة احضر في النهائي. مش よねسي في النهائي. احضر في النهائي لان النهائي هو اللي مهم. باش اناك تشجع الفريق ديلك وإلى رباح لكاس باش Genesi تشاهم انك تعطي هالكاس. اما الحضور فالنسو النهائي فرنسا مع المغرب ما عندو احتشي معناه ولا او اللي قدار. ما او ما حضر الرئيس ماكرون او الرئيس دي التدولة يشيدا ولا نسو النهائي. وما حضرش يحت μια المغرب. فرنسا لعبت مع المغرب. وبقى Yani مشت النهاية ديال كأس العالم. هاد الحضر ديالو مش كوك فيه. الشكل الاخر اللي هو اللي هو حيرني انا هو ان الامير ديال القطر حضر جميع المباراة ديال المغرب. وكانك يشجع المغرب طيلة المباراة اللي كانك لعب مغاردة فتكاس العالمة دي وكين بيحضر ماكرون الامير دي القطر محضرش. كين تكهونت كتقول بان امير قطر محضرش لان اه كين واحد اه شوك بين قطر وفرنسا لان فرنسا كنت كتطعن في قطر بزاف دي المناسبات خاصة في التعامل دي القطر مع العمال اللي كانوا كي كيبني وديك الملاعيم اه كتتهم قطر بزاف دي الامور دي الاتهاكات دي الحقوق الانسان اه التعامل مع المثليين مزموعة من الامور. فرنسا دائما كنت كتتهجم على قطر. زائد فرنسا والقادية دياله والتعامل دياله مع الكاريكاتور دي الراسو صلى الله عليه وسلم. ازد ازد. يعني هنا في هذه الحالة اللي قد نفهمه بان الامير دي القطر ربما يعني مبغاش يحضر معه ماكرون باش ما يتلقاش معه لانه قد نقوله ما كيحملوش بين قوسين ما بغيش يتلقى معه. ولكن هاد الحضور هادا وتسعادة هادي لجمعات الرئيس الفرنسي مع رئيس الفيفا لان رئيس الفيفا نهار للمغرب العام مع البرتغال. والمغرب رباح لبرتغال ردت الفعل ديال رئيس الفيفا كانت غير ما ما راضيش ما عجبوش الحال. من الليل المغرب رباح البرتغال وتأهلنا في نهاية رئيس ديالفيفا ما فرحش ما عجبوش الحال. ولكن من الليل المغرب خسر مع فرنسا فرح بزاف ويعني آآ معه ماكرون. هادي مجموعة من الامور دخول ديالماكرون عند اللاعب الاول مرة كنشوفوا ان مثلا الفار ما تتعطلوش اهمية نهائيا مقارنة مع المقابلات الاخريات اللي كان كيوقعش يشك في شي حاجة. جوج ديال ضربات الجزاء حقيقية. الصالح المنتخاب الوطني المغرب وكيشهد بها الجميع اللي هي داروا عليها عين ميكا او ما صفرهاش او ما تشاورش مع الفار باش يعطيوه يعني مثلا يتأكدو من ديك شي اللي وقع دخل المقابلة مجموعة من الامور اللي هي محبوكة واللي كتبين ان كين اشي حاجة مش هي هديك. لان كيفاش ان الحكم كان حاضر في احد الخطأ اللي هو باين وكيعطي العكس انه كيعطي البطاقة الصفراء البوفال. ما داروا له. على الاقل الى كنتي كتصفر العكس انه مشي على الاقل صفر خطأ. مشي بطاقة الصفراء. لانه مشي في المنطقة دي للمغرب. المنطقة دي لفرنسا. اذا بطاقة الصفراء يعني زيدة. يعني ما عنده شي معنى. يعني هدي مجموعة من الامور اللي كانت خدومة في الماتش. واللي كيبان ان كينا تآمر في هاد المقابلة هدي كينا شي حاجة مخدومة. ما عرفنا شي شنو هي بالطبط. كيفاش دارت هدي الفيفا في تآمر مع فرنسا. ما عندنا شي معلومات او دي طاي ولكن كان سنتجو. استنتاج من حقنا ان سنتجو هاد شي اللي وقع لانه كيبان الشي ما شي عادي. بان المغرب ممكن يخسر مع فرنسا او يربح فرنسا. ماشي مشكلة. ولكن يعني هالتآمر هاد كيبان في ارض الواقع والتعامل دي الحكام دي المقابلة والتعامل بصفة عامة اللي عشنا في هاد الماتش هذا اللي ماشي هو هادك. واشنتم كتظنوا مع الدماغ ديلكم ان الفيفا يعني الفيدراسيون هي اللي كتسمى الجامعة الدولية اللي كورة القدم. غدي تسمح منتخب عربي مسلم يوصل من نهاية. لانا المغرب لو كربح المغرب فرنسا. المغرب لو كنصى النهاية كان هادي كاس العالم. مفاش النقاش هادي. لا مجال للنقاش. لو المغرب كان مر للنهاية كان غدي ياخد كاس العالم بدون شك. يعني الارجنتين ما كانش غدي تقاوم مع المغرب بمأن المغرب استطع انه يوصل لنهاية دي الكاس العالم. فبلد عربي مسلم في كاس العالم مقيمة بلد عربي زائد ديك الشي اللي يزرع المغرب في دول دي العالم كاملة. الدول العالم العربي كله تضامن مع المغرب وكل شيء يعني يحييو دك الإسلام في الدول يعني قوة دك أنهم اللعبمني كيربحوك يديروا دك السجداء أنهم يعني يمشيوا عند الأمة هدية لهم أنهم يعني المغاربة بحل اللي بغوا يحييو دك العلاقة الواطيدة اللي كتجمع المسلمين كامل في العالم كامل بأنهم يجمعهم دين واحد وبأنهم عندهم مصار واحد وبأنهم يعني رب واحد إذا هنا هاته هذا غاد يزعج بزاف العالم الغربي لأنك يقول لك لو أن المغرب استطيع وصل هاته المستوى هاته ويربحك هاته العالم هيكون وحد الاتحاد بين العالم العربي والإسلامي لا متيلة له هذا هو اللي كيخوف العالم الغربي بالدرجة اللولى واللي مخصوم شي يشوفه طبيعة الحال لأن هاته شي ماشي مزيلا اليوم ما تشوف مصرحة ديالهم إذن كان خصدر شي خطة لما شي هي هاته باش المغرب ما يوصلش للكاس العالم دابا احنا هدروا للكواليس اللي وقعت فيها ماكرون في هاته الحواجه هدو معداش هاته لقاطعة ولكن كنستنجو هاتشي اللي استنتجنا وأكيد أنتم ما استنتجتوا معي نفس المنظر أرنا نشوفو الخطة اللي كتستعمل دابا الفيفا باش تسكدنا شنو هي هاته الخطة اللي قد دير أول حاجة الفيفا دارت اجتماع اليوم وكتعطينا لمغرب أن الحق ينضم كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية يعني الفيفا أعطتنا الحق أن ننضم كأس العالم للأندية هذه واحدة نقطة مهمة سمعوا بكم المغرب يحتضن إذن بشكل رسمي كأس العالم للأندية بدءا من الفاتح فبراير إلى الحادي عشر من ذات الشهر أعلن هذا النبأ رسميا في أعقاب الجماع أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالدوحة هذا الصباح كأس العالم للأندية البطلة ينظم بالتالي لثالث مرة في المغرب وسيمثل المملكة في هذه المنافسات نادي الودادة الرياضي الفائز بكأس عصبة أبطال إفريقيا نعم يعني المغرب غد ينضم كأس العالم للأندية المرة الثالثة المرة الثالثة غد ينضمها والقرار تتم إعلان عليه اليوم لليوم لبارح الجامعة خرجت واحد البيان أنك تندد فيه الفيفا والفيفا كتجاوب عليها كتعطيها أن الحق للمغرب ينضم كأس العالم للأندية هذه اللولة ثاني حاجة أن المقابلة اللي غد جمع المغرب مع كروتيا يعطونه حكم قاطري يعني عربي عربي مسلم هو اللي غد يحكم المقابلة يعطونه كأس العالم للأندية وعطونه حكم قاطري يحكم بش تيرة البحنا للمرتبة الثالثة ما كيهمش هم ما عندنش مشكل في المرتبة الثالثة مشكلة أنك توز كأس العالم أمام العالم بلاد عربي مسلم وحد العالم الإسلامي كامل بواحد شكل رهيب جدا صراحتة واحد الالتحام واحد الاتحاد بين جميع الدول كانت عربية او غير عربي قاعش واحد يقول له الى المحمد رسول الله كله كان فابر المغرب وهذا الشكل واحد خضر كبير على المجتمع الغربي اللي ما كيبغوش يشوفوه في العالم الاسلامي الاخوان صراحة كل شي واضح وباين وانا استنتجت بطريقة دي لي وشي اللي شفت الظلم كان باين لا نقاشا ولا جدال فيه من الفيديو ولكم التعليق الاخوان يعني اللهم انصرنا على من عادنا والتوفيق ان شاء الله لمنتخل وطن المغرب في المقابلة الجزية ورطبة الثالثة ان شاء الله تعييت لكم جميعا انما كنتم شكرا للمشاهدة حتى الاخير لكاديكم مهمين باش تطلع الفيديو ببرتاجك تعوم بالفايد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته